ويساعد نوائيكم أن نستضيف ياسين بن دية رئيس الجمعية الشعلة للمصرح والسينما إذن ياسين أهلا بك أكيد حديثنا اليوم سيكون عن أيام بومرداس الوطنية للمونو الدرام هذه الفعالية التي ستفتتح غدا ببومرداس حديثنا عنها أكثر أولا مساء الخير عليكم شكرا للاستضافة مساء الخير لكل متتبعين قناة مهار أيام بومرداس الوطنية للمونو درام الطبع الأولى تحت شعار شعلة شباب وضرورة تكوين وأولا مشروع شبابي كان تحت رعاية وزارة الثقافة وسيد ولي وليت بومرداس ومشروع يتناول عروض المونو درام الأبرز عروض المستوى الوطني يعني يجبنا أبرز العروض ويتناول أيضا وراشات وراشات تكوينية للشباب يتأثرهم الفنان القادير نضال جزائري في فن تمثيل والفنان القادير خديجة قرمي في الكوريغرافيا طيب نتحدث أيضا عن الحاضرين هذه الفعالية وطنية كما سبق وقلت تجمعهم في موناخ واحد هناك برنامج هناك عروض أيضا من هم الضيوف ربما الذين سيكونون حاضرين في هذه التظاهر التي تبدأ من 11 إلى 15 من هذا الشهر أولا يكونوا أبرز رجال المسرح والسينما على المستوى الوطني كما يكون ضيوف شرف سواء كان فنانين أو رياضيين ويكون يعني البيبان مفتوحين للجميع الولايات ما رحبا كين حتى في التكوين تصلوا بنا ولايات من الجلفة من لغواط من تمنراسة يسجلوا في التكوين يقول لك عندنا المبيت طيب التكوين بالنسبة للشباب هل سيكون له ثمن أم بصفة مجانية؟ لا يكون بصفة مجانية وكيف هو البرنامج بالنسبة للفترة الصباحية أو المسائية؟ البرنامج يكون يوم محتاج الافتتاح للساعة الخامسة يكون قافلة ثقافية والافتتاح الرسمي يكون بعرض كوريغرافي لتعاونية بالتنسيق مع المعهد الوطني فنون درامية أما بالنسبة للبرنامج يكون الورشات من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة زوالا والفترة المسائية عندنا عرضين العرض الأول يكون السابعة مساء بعدها مناقشة العرض مع الأستاذ شرشال والعرض الثاني يكون على الساعة الثامنة تاسعة مساء وبعدها مناقشة عرض طيب عدد كورونا يوصل الارتفاع ربما في الجزائر نسجل حالات كثيرة من الإصابات وأيضا للأسف من الوفيات رحمهم الله ربما ما هي الإجراءات الصحية المرافقة لهذه الأيام نعم كنا قد حضرنا سنحترم البروتوكول الصحي يعني نديروا كرسي بكرسي ونزعوا الكمامات ويكون نجال هذا نحن نحترم البروتوكول الصحي كما لازم نحن هل ربما الحاضرين لازم يكونوا إجراءوا بي سير تحليل أم أنه يكون فيها ربما ضابط الحرارة لكي تعرفوا درجة حرارة كل شخص ربما يدخل ويخرج من هذه الفعالية لا احنا يعني في التحضيرات عينت لجنة سبيسياليزية لاحترام البروتوكول الصحي رح يكون ضابط الحرارة ويكون الكمامات ويكون الجل طيب لما انت حدثوا على نشاط ثقافي والسينمائي والفن الرابع أيضا في الجزائر وأيضا نشوفوا أنه هذا الجمعية وهذا التظاهرة نظمتها ولا ينظمها شباب ربما طريقة التمويل هذه التظاهرة هل وجدتم صعوبة وأيضا هل هناك ربما الترحيب من قبل الخواص في ولاية بومردس من أجل دعم هذه التظاهرات الفنية والإبداعية نعم في البداية أكيد لقنا صعوبات لقنا صعوبات كبيرة ولكن هذو ما يكونوش عراق علم يكونش ناجح يعني وهذا الجمعية جمعية فاتية ونتيدي جادي كوميديا بعد حنا اللي أنا دي سيدي باش نفتحوا جمعية جديدة معظمهم شباب طلبة جامعيين هناك رياضيين هناك اللي كانوا ديجا ممثلين بدنا بالتكوين درنا دورة تكوينية كياد يريسي موا ومن بعد باش راح نلهاد المشروع تعالقية والدورة التكوينية ديك خرجت لي ريزلطاتها جميل جدا طيب أي واحد يكون يستمع لنا ولا يشاهد فينا يقول لنا طيب بالمقابل على ماذا يتحصل هؤلاء الشباب وأيضا الجمعية ربما في الأخين نبحث دوما عن المقابل نحن ندير الإنتاج المسرحي ندير الإنتاج المسرحي ندير به جوالات في النية على مستوى الوطني والمشروع هذا كان برعاية وزارة الثقافة ومام سيد ولي وليهة بو مردس مديرية شباب والرياضة مديرية الثقافة يعني كانوا مؤسسات لأمنوا بالمشروع أخيرا ورافقونا والحمد لله ربما لما يتحدث المختصون في المجال المسرحي نتحدث عن التكوين النقطة الأضعف في كل الحلقات كيف تتعاملون مع هذا الأمر خاصة أنه الأيام الوطنية جات أنه شباب في خدمة أيضا كما قلت شعار هذا البرنامج كان من أجل التكوين أكيد أنا يعني الهدف الأسماع للجمعية يعني الوبجيكتيف برانسيبال كيف تحنا الجمعية والتكوين لأنه كي تكون موهبة وما يكونش التكوين ما يقدرش يكون فنان متكامل والعكس كذلك يعني إحنا بدينا بالتكوين جبنا أساتذة خريجي المعهد فنون درامية اللي يبدأوا كما نقوله أموا نعرفوا سيكوال تياتر ومبعد سيكوال اللونغاش تياتر طيب من قبل المختصين هل لقيتم تفاعل وترحيب أيضا وهل كانوا الفنانين ممثلين مستعدين أن يتنقلوا من ولاياتهم إلى بومردس من أجل إفادة هؤلاء الشباب أكيد لقيت إرحاب ولقيت إقبال وجونا ناس وعلى سبيل المثال يعني اللي رأي مشاركين في التظاهر هم نجوم سواء في سينما ولا في سبيل المثال فنانة ريم طاكوشت رأي مشاركها في البرنامج الفنانة القادرة نضال جزائري رأي مؤطرة الأستاذ محمد شرشال فنانة نسليم بالحاج يعني هما جبنا نجوم يعني في الطبع الأولى خاصة لما تحدثوا عن المونودرام أيضا في الجزائر المونودرام هذا الفن الذي يعتمد على شخص واحد صعوبة هذا الفن يعتمد في هذا الشي أنه ممثل واحد يقلد كل الشخصيات ويوصل مختلف الأحاسيس للمشاهد إحنا يعني الاختيار ليتي إكسبري دونك حبينا نشوفوا الشكل لما روش شكل مسرحي لما روش عاي مزاف لعني المسرح لهوات كي يمزاف مسرح المحترف كي يمزاف مسرح تجليبي مسرح كذا كاي المونودرام ولكن في إليتنا يعني ما كاش أيام المونودرام وحبينا نديروا له طابع ثانيك المونودرام يكون الفترة اللي أنا نديري فيها هي فترة تصيف وإحنا مدينة سياحية بومرداز يعني فيها إقبال الولايات أخرى دونك سي بورسان نشوزي المونودرام يكون إن شاء الله إقبال وتكون تدورة مليحة إن شاء الله إن شاء الله طيب نتحدث عن دور الجمعيات أيضا في نشر الوعي والإبداع والترفيه بالنسبة لكل الجمهور هل هناك أنشطة بالموازية تقومون بها أنتم كجمعية ربما في فترة كورونا وأيضا في هذه الفترة الحالية التي ربما يحتاج المواطن الجزائر التوعية أكثر فيما يخص لقاح كورونا وضرورة أخذه كيد يعني مام احنا كل واحد يعاون يعني في الميدان تعاو أو في الطابع تعاو احنا في الأهداف الأهداف الأساسية أو الأهداف الرئيسية تعالق القانون الأساسي تعاو ما عندناش زعمة نخرجه لتين هاكذاك وكي كان الكوفيد وكانت الكورونا خرجنا وعقمنا ودرنا رسائل وخرجنا خرجت لكي بونطونك في الولايات يعني يقدر يبني مجتمع واعي ومثقف إن شاء الله طيب لما نتحدث أيضا الفضاء توفي الفضاء بالنسبة للجماعيات مهم جدا المؤسسة ثقافية في الجزائر هناك بعض المؤسسة للأسف نجدها على العام أبوابها مغلقة ربما ما فيش احتضان للشباب وللمواهب الشابة من هذا المنبر أنت ماذا تقول لهذه المؤسسات نعم هذا المشكل يوجد من في الولايات جهوية ما عندهاش مسارح بلدية حتى هذا كبير ونسي المكسيمون كيفاش يعني نسقموا هذه قاعة المحاضرات باش نقدموا يعني برنامج مليح دونك نداءنا للسلطات إن شاء الله يشوفوا كيفاش يخلقوا فضاءات لاحتضان أحلام الشباب يعني هم الشباب اللي راح يبنوا المجتمع دونك إن شاء الله كيفاش يلقوا فضاءات برك يعني طاقات رهيبة في الشباب طيب نتحدث أيضا عن ربما هذه المؤسسات التي عليها أن تحتضن الشباب ونتحدث أيضا عن الشباب هل منصات تواصل اجتماعي أصبحت ملاذ بالنسبة لكل الشباب المبدع هل هذه الأيام ستكون متوفرة أيضا على منصة تواصل اجتماعي لكي تسهل لمن لم يستطع المجيء إلى أبو مرداس من أجل تلقي هذه التكوينات أكيد قتلك في التحذيرات خلقنا لجنات هناك لجنة الإعلام الاتصال والإعلام يعني هذه اللجنة تكون تدير في الماركتينج إلى بيبليسيتين مم كائن مكلفين بالإعلام في الصحافة ومم في الصحافة الإلكترونية يعني كل يوم يكون مباشر للعروض يكون مباشر للوراشات يكون صور فيديوهات يعني نتابع المشاهدين تعنا عبر الصفحة تعنا وهي أيام بومرداس الوطنية للموندرة جميل جدا يكون فيها كل متوافر طيب في الختام أترك ربما رسالة منك لكل جمهور المتواجد بالولاية وأيضا المهتمين بتلقي هذه الدروس وأيضا حضور هذه الفعالية أولا نقول مرحبا للجميع يعني الورشات نجانية والعروض الدخول للقاع يكون مجاني مرحبا للجميع وإن شاء الله تكون تظاهرة فعالة إن شاء الله لبولكو أبا بلك في الطبعة الثانية نرسمها وتولي مهرجان في ولاية بومردس إن شاء الله وهذا ما نتمنى جميعا وما تتمنى ربما الأسرة الثقافية والمبدعة شكرا جزيلا لك ياسين دية رئيس جمعية الشعلة للمسرح والسينما شكرا